اتفقوا على الحوار واختلفوا في موعده وشرطه ليصبح البيان والبيان المضاد سلاح الوزارة والتنسيقية الآئمة ففي وقت يحرص فيه الآئمة على عدم إسقاط مطلب رفع الأجور حرصهم على الصلاة يحرص محمد عيسى على الخزينة التي ليس بمقدورها أن ترفع أجور موظفي القطاع كانت آخر إجابة أننا ذكرنا كل المراسلات الموثقة وما هو المطلوب وما هي الدقة والزمن والمكان سبقوا أن تحدثنا فيها سبقوا أنه كانت تصريحات من هنا ومن هناك نطوي هذا الملف ندخل في ملف جات تصريحات الرسمية أنت تدعوين تقولي تعالى للحوار نناقش كل القضايا ثم تقولي لا لا نناقش هذا ولا هذا ولأن المصائب لا تأتي فرادة فقد زاد قرار سناتراك رفع أجور عمالها مطلع السنة القادمة من اجتداد لهيب الأزمة بين الأئمة والوزارة حيث يطالبون بالمثل إمام أعلى درجة إمام أستاذ رئيسي لا يتجاوز 40 ألف وطبق الهشة مؤذن وقيم 20 ألف و18 ألف و25 ألف هذا سناتراك المدير العام للسناتراك يقول به 250 ألف سيخضع إلى الزيادة في بداية 2019 مع أن أعلى المرتبة هي في سناتراك قانون المؤسسات يختلف عن قانون الوظيفة العمومة إحنا الإمام يعني له أجراء من الإطار العام من الوظيفة العمومة الأئمة بعد أن كانوا يتكئون على العصي في المنابر صارت أقرب إليهم بعد تلويح محمد عيسى باستعمال كل الوسائل تطبيقا للقانون في حالة خروجهم في مسيرات ما يسمى العمائم البيضاء نحن سنقف ونضبط التوقيت إذا رأينا الأمور ليس في الصواب سنبلغ قواعدنا نعطي الحقائق كيف هي نحن الآن سنبدأ الحوار إذا رغبت الوزارة في هذا الحوار حوار هادئ لأن الحضور سيكون من كل الوطن ولهذا الوطن تحتاج إلى أكل مبيت وسير وما إلى ذلك إذا استجاب إمام عد لي في هذا المكان ونقول لك بلي هذا موش إمام وإنما محسوب على الأئمة أبداً ما يكونش واحد ما يكونش إلا إذا كان الإنسان هذا غرير به تجدر الإشارة إلى أن أغلب الاحتجاجات السابقة في مختلف القطاعات تم حلها عن طريق تدخل طرف تلط يكون رمانة الميزان فمن يقوم بالمهمة في صراع الوزارة والأئمة